سوف نبدأ بهذه الأقمة القاضي سهلة يا البنات لدي كس و نصف دقيق و نصف فورس مغربي و نصف كس و نصف و نصف كس و نصف و نصف و نضيف معلقة كبيرة و نصف الخميرة و نصف الخبز و نصف ملح و نصف معلقة صغيرة و نصف و نصف سكر ساندة و نحرك نصف و نصف أضيف نصف سوف نزيل سوف نفيد جيد سوف نحركها جيدا حين أن ترratic اضيف سوف نغطيها بسلوفان سوف ندخلها سوف ندخلها في البلاسة سوف ندخلها في البلاسة سوف ندخلها 250 قرام 250 قرام الزبدة ندخلها مارغارين و ندخلها ملح ثم نتخلها ندخلها ندخلها نضيف مارغارين ندخلها سوف ندخلها نضيف ثلاثة طلق الخمارات كل واحدة 6 قرام يعني 28 قرام تقريبا 21 قرام نضيف الخميرة نضيف الكس نضيف الكس الثاني نضيف الكس الثاني نضيف ونبدأ نخدم في الحلوة بهذا الشكل نضيف الحلوة س peak نضيف الكس موضوع السكر نضيف كس تضيف ونضيف الكس ينضيف الكس الثاني ونضيفه موضوع اضيف الكس الثالث ساعة اقدام الكاس الخامس تقوم بفضل سننضيف المشكلة نضيف الكاس الخامس تجمع عجينا مهمة أزدت لي البنات خمسة نتاع الكيسة نتاع الدقيق سوف نجمحها مزيان لا نترك حاجة فيها الدقيق كل شي يقدم ونضيف الكاس نتاع الفيغميسي الشوكولة ونجمح نبقى نخدم فيها حال هكذا حتى ندخل الالفيغميسي الكاملة بها تشكل مخصقة تبقى نا في القصعة دياننا سوف نجمع فيها سوف نقوم بها تشكل سوف نبدأ ونخدمه فيها بها تشكل سوف نجمع سكر غلاصي غربلته وعطيه سوف نقوم بها في غريبة ونضيفها في السكر غلاصي ونبدأها مزيان لأن نارك وعرف أن السكر يدوب في الفران أنا البنات أعجبني غريبة سوف نقوم بها من الضو لأن الأضو كما تستطيع تقصحها سوف نقوم بها سوف نقوم بها سوف نقوم بها سوف ندخل الفران سوف ندخلها الفران ونشاهدها في الشكل النهائي لقد وجدتنا لقمة القاضي سوف نخرج منها سوف نأخذ شقرة غذائية سوف ندخلها في هذا الكاس سوف نضع العجينة فيها الداخل سوف نقطع الفم بالمقص سوف ندخلها في هذا الكاس سوف ندخل المقلة الزيت بسخن سوف نقطع هذه الشكل سوف ندخل المقص كبير لم يكن لدي المقص كبير لم يكن لدي المقص غسلتها سوف نضع الزيت سوف نضع الزيت ونضعه فوقها سوف نضع الزيت ونضعه في هذا الكاس كما ترى الفيديو سوف نضعه سوف نضعها سوف نضع الزيت كما ترى في هذا الشكل سوف نضع الزيت سوف نضع الزيت سوف نضع الزيت ونضعه سوف نضع الزيت سوف نضعه سوف نضع الله سوف نضع الزيت عملت لابنتي كسب علمة و كسب عسانيه و حكيت مبشور لتشين سوف يتعطني لديه في نفس الوقت اللون سوف يأتي شكله ذهابي و هو قد نصقيه ها هو البنتي سوف نكمل و سوف نخرج و سوف نصقي هذا السيرو الذي يصابنا سوف يأتي البنتي رائع سوف نضيف المعجل و سوف نضيف المعجل سوف نضيف المعجل سوف نضيف المعجل لأنه كما قلت لكم يضوب اضع الفرنة هذا هو الشكل نهائي سوف يكون رائع مقص حمار سوف يكون غزالة نتمنى ان شاء الله أنكم تجربوها لأنها فعلا تستحق تجربة